كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع عقد مشروع بين شركة سيراج الصناعية وشركة بيسيرا لتصنيع منتجات الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية وأكد رئيس مجلس الوزراء على الفرصة المتاحة لشركة بيسيرا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصا جديدة لتوسيع التجارة الدولية وأوضح مدبولي أن هذا الاستثمار يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي